والآن أيها الأحباب تعالوا إلى القواعد والتطبيقات درسنا اليوم أيها الأحباب هو أقسام الكلمة تعالوا أولا إلى هذا الحوار الأب يقول تعال يا أحمد خيرا يا أبي تعال يا بني لنحضر سويا دروس الغد جميل يا أبي ما أجمل ذلك ماذا ستشرح لي يا أبي سأشرح لك يا بني درسا جميلا اسمه أقسام الكلمة أقسام الكلمة وهل للكلمة أنواع يا أبي نعم يا بني الكلمة ثلاثة أنواع اسم وفعل وحرف كل كلام نتكلمه يتكون من يتكون من الطماطم أو دل على جماد مثل كرسي سرير قفص أو أن يدل على صفة مثل حب سعادة فرحة جميل جدا السم هو ما دل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو صفة جميل جدا يا أبي إذن السم هو ما دل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو صفة ولكن يا أبي هل للسم علامات تميزه أعرفه بها؟ نعم يا بني بكل تأكيد ما علامات الاسم يا أبي؟ من علامات الاسم يا بني أولا وجود أل التعريف الألف واللام الزائدتين في بداية الكلمة مثل المعلم الطالب التلميذ المسلم والعلامة الثانية هي أن ينتهي اللسم بتاء مربوطة مثل قطرة نعمة بذرة ذرة وكذلك من علامات الاسم يا ولدي التنوين مثل محمد طالبا مصرور مصرور أي أنه إذا انتهى بتنوين ضم أو فتح أو كسر فهذه علامة من علامات الاسم ها هل فهمت جيدا يا بني؟ نعم يا أبي ماذا فهمت؟ فهمت أن الكلمة ثلاثة أنواعي اللسم والفعل والحرف والاسم هو ما دل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو صفة أحسنت يا بني وله عدة علامات يا أبي منها ال والتاء المربوطة والتنوين أحسنت يا بني والآن قل لي يا أبي ما الفعل؟ الفعل يا ولدي مثل شرب يشرب 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 أكل يأكل كل درس يدرس أدرس اجتهد يجتهد اجتهد وكما ترى يا ولدي أن كل هذه الكلمات تدل على حدث هو مثلا في شرب الشرب وفي أكل الأكل وفي درس الدراسة وفي اجتهد الاجتهاد وكذلك تدل على الزمن الذي يحصل فيه ذلك الحدث فشرب تدل على حدث الشرب في الزمن الماضي يعني أن الشرب حدث في الزمن الماضي أما يشرب فيدل على أن الشرب يحدث الآن أو في المستقبل أما اشرب فيدل على طلب حدوث الشرب بعد انتهاء زمن التكلم يعني بعد انتهاء الأمر مباشرة إذن الزمن يا بني إما أن يكون ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا الماضي إذا كان الفعل ماضيا والحاضر أو المستقبل أيضا إذا كان الفعل مضارعا والمستقبل يكون بعد الفعل الأمر هل فهمت يا ولدي نعم فهمت يا أبي ماذا فهمت فهمت أن الفعل هو ما دل على عمل يحدث في الزمن معين جميل جدا أحسنت شكرا يا أبي ولكن ما الحرف الحرف يا بني مثل الواو الباء اللام إلى في عن من وغيرها من الحروف وهي كما ترى يا بني ليس لها معنى إلا مع غيرها يعني إذا قلت لك وافقت أنت لن تفهم شيئا وإذا قلت لك إلى فلن تفهم معنا معينا إذن الحرف هو ما يدل على معنى مع غيره من الكلمات فإذا قلنا جاء أحمد وصاحبه أنت ستفهم معنى الواو فالواو هنا تفيد أن أحمد اشترك مع صاحبه في نفس العمل وهو المجيد وكذلك إن قلت لك إلى فقط هل تفهم شيئا طبعا لا لا تفهم لها معنى أما إذا قلت لك ذهب محمود إلى المدرسة هنا حرف الجر إلى يدل على المكان الذي ذهب إليه محمود إذن صار لإله معنى مع غيرها من الكلمات إذن الحرف يا بني ليس له معنى إلا مع غيره